شهر رمضان الكريم هذا الشهر يوليه التونسيون اهمية بالغة لكن الاستعداد الاهم هو ما يخص الجانب الروحي والايماني فالتونسي يقبل اكثر هذه الفترة على مجالس الذكر وحلقات الوعظ الديني والاهتمام بفقه الصيام حيث تساهم الرابط الوطني للقرآن الكريم بتنظيم دورات تكوينية قبل رمضان بمختلف ولايات الجمهورية التونسية وهي دورات تستهدف العائلة التونسية من الوالدين والابناء لتحبيب عادات وعبادات هذا الشهر الفضيل لديهم تحذير الناس للاستعداد لشهر رمضان من تقوى الله من روحانيات كيفاش يكون الاستعداد لشهر رمضان كيفاش يكون المعاملة بين المسلمين كيفاش تكون المعاملة بين الاب وولده كيفاش تكون الحوار بين العائلات كيفاش يكون مثال أعطينا على سبيل المثال كيفاش العائلة التونسية بخلاف مئدة الإفطار أيضا بعض الدروس اللي فيها يجي الأب والأم والصغير يحفظوا بعض الأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطفل من نعزلوش على الحياة اليومية والحياة الاجتماعية رمضان هو من ضمن حياة الطفل لذلك يجب أن يتعرف على رمضان وعليش رمضان وشنوه رمضان ويسيما هذه أول نشاط معناها اللي بش يبرز فيه الطفل في رمضان كيفاش نحتفله كيفاش نتلمه مع بعضنا والتزاور والإعانات معناها بطريقة سليسة بما أن وطيرة الإقبال على بيوت الله تبلغ أقصاها خلال هذا الشهر الفضيل تعمل وزارة شؤون الدينية التونسية مسبقا على تأمين أفضل الظروف حتى يؤدي التونسي عباداتي على أكمل وجه بضبط برنامج دروس ومحاضرات وإملاءات قرآنية تركز على الجانب الروحي والأخلاقي رمضان السنة هذه فيها محة خصوصية من وزارة الشؤون الدينية أرسلت مرسول لكل الأيمة والمشايخ ليبينوا فقه الصيام للتونسي لأن التونسي في رمضان لاحظنا أنه يسأل كثير عن فقه الصيام وعن رمضان وعن كذا فاستعدادا للاستقبال هذا الشهر وحتى أنه ما تكثفش الأسئلة على الإخوة المشايخ والوعاث بشكل رهيب حتى يخلوهم مجموش يجاوبوا على الأسئلة فارتأت الوزارة أنها تنظم مجموعة من الدورات باشتراك مع المجتمع المدني لتبيين فقه الصيام للمصلي وكان هناك صراحة قبول من المواطن عجبتهم الفكرة أجواء إيمانية وروحانية تنبض بها بيوت الله بالبلاد التونسية استعدادا لاستقبال عزيز طال انتظاره شهر يجمع شمل العائلة ويصل سلة الرحم وأوقات تمر في صلاة وعبادة بكل خشوع هذا ما يرنو إليه التونسي باستعداداته حتى يقول أهلا رمضان